بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد مرحبا بكم في قناتكم معكم الشيخ أبو مريم في هذا الفيديو سنتعرف على أهم تفسيرات رؤية الكلب الأسود في المنام يعتبر الكلب الأسود من تلك الكلاب التي لا يحبها الكثيرون خاصة أن لونها يسبب التشاؤم والخوف والقلق والتوتر وبحسب تفسير ابن سيرين فعندما نرى هجوم الكلب الأسود فإن ذلك يدل على أنه رغم ثقته بمن حوله إلا أنه تعرض للخيانة والغدر ويرى في بعض تفسيراته أن هذه الرؤية قد تدل على أن من رأى الحلم ارتكب ذنبا أو فعلا سيئا وقام بعمل سيء من رأى في المنام كلبا أسود وأن الكلب مخلص لصاحبه يطيع كل أوامره فإنه يدل على حبنا الناس لهذا الشخص وكلبه ووجود العديد من الأشخاص المخلصين له ويحبون خدمته دائما أما من رأى كلبا أسود ذو سلوك شرس وقاسي فإن هذه الرؤية تدل على وجود أعداء يختبئون بالقرب من الشخص ويحاولون إيذائه ولكن الله سينصره إذا رأى الشخص أنه تعرض لهجوم وعض من كلب أسود فإن هذه الرؤية تشير إلى أن الشخص سوف يقع في صعوبات ومشاكل كبيرة سيكون من الصعب الخروج منها وعليه أن يتوكل على الله تعالى وينتظر بصبر حتى تمر هذه الأزمة إذا رأى شخص بجانبه كلبا أسود يحاول تمزيق ملابسه فإن هذه الرؤية تعني أن هناك سررا كان يخفيه عن الناس وأن سره سينكشف أمام الناس وهذا يدل على أنه سيسبب له ضررا شديدا وقد تشير هذه الرؤية إلى أن الحالم مثقل بديون ومشاكل كبيرة من رأى في المنام كلبا يعود شخصا قريبا منه فإن هذه الرؤية تشير إلى أن الحالم سوف يحقق انتصارا وشيكا على أعدائه ولكن رؤيته نفسها تشير إلى الضرر الذي سيلحق بالحالم قد تدل على وجود في حياة الحالم بعض الأشرار الذين يخططون له بالمصائب والمؤامرات تفسير رؤية الكلب الأسود في حلم المرأة العصباء تشير رؤية الفتاة العصباء كلبا أسود في المنزل إلى أنها تمر بحالة نفسية صعبة وسيئة بسبب خلأفات ومشاكل في المنزل أو خلأفات مع الأصدقاء رؤية كلب أسود في المنام للمرأة العصباء يمكن أن تشير أيضا إلى أن هناك شخصا غير مناسب لها يريد مواعدتها أو زواج منها وهي في كثير من الأحيان تحتاج إلى التركيز والحذر في اختياراتها إذا رأت الفتاة العصباء أن كلبا أسود يطاردها في المنام فهذا يدل على القلق والخوف الذي ينتاب هذه الفتاة بسبب أمر يقلقها كما يمكن أن يدل على مكايد أصدقائها والحيل التي يحاولون لعبها عليها من أجل إيذاءها أما إذا رأت العصباء كلبا أسود يحاول الاقتراب منها أثناء سيرها فإن هذه الرؤية تشير إلى سوء حظها والأخبار السيئة التي ستسمعها في المستقبل إذا هربت منه وتمكنت من الهروب منه فإن هذا الحلم يدل على أنها ستتغلب على الأزمة أو المشكلة التي تواجهها أما إذا رأت كلبا يندفع نحوها أو يطاردها فإن هذا الحلم يشير إلى بعض الأخبار المحزنة التي ستسمعها في الأيام القليلة القادمة لكن حياتها ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى إذا رأت العصباء نفسها تتعرض لهجوم من كلب أسود وتمكن من عضها تشير هذه الرؤية إلى أنها ستواجه مشاكل نتيجة علاقة حب فاشلة وهذه العلاقة ستجلب لها الأذى وسوف تسبب لها ضيقا نفسيا شديدا فاصلة وحتى لو كانت مخطوبة تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام للمتزوجة وبحسب مفسر الأحلام فإن رؤية الكلب الأسود في حلم المرأة المتزوجة تشير إلى تفسيرات سيئة إذا رأت مجموعة من الكلاب السوداء فإن رؤيتها تشير إلى وجود أصدقاء غير مخلصين لها في حياتها وأنهم سوف يخونونها وأنها بحاجة إلى الحذر في تعاملاتها مع الآخرين إذا رأت المتزوجة كلبا أسود في المنام فإن هذه الرؤية تشير إلى الخوف والحزن الذي يسيطر عليها حاليا وأنها تشعر بالوحدة بشكل دائم أما إذا رأت كلبا أسود اللون وأصيبت بنوع من الصدمة فإن هذه الرؤية تشير إلى أن زوجها يخونها وسوف تنشأ بينهما مشاكل كثيرة ورؤيتها لكلب يمزق ملابسها يدل على أنه في غيابها يكثر الحديث عنها بالغيبة والنميمة كل هذا والله أعلم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد